اشتركوا في القناة الآن كتابة الهمزة أعزاء الطلاب الهمزة حرف من حروف اللغة العربية وتأتي الهمزة على أشكال وصور متنوعة فقد تكتب على ألف كما نرى في الصورة وقد تكتب على واو وقد تكتب على ياء وقد تكتب منفردة على السطر ولكل حالة من هذه الحالات أحكام وقوانين لن نتطرق لها في درسنا لهذا اليوم ولكننا سنتعرف على الهمزة من خلال المحاكاة والتقليد فتعالوا بنا إلى الشكل الأول والصورة الأولى من أشكال الهمزة تأمل معي عزيز الطالب هذا النموذج نقول دعا دعاء تأمل عزيز الطالب كلمة دعاء أين كتبت الهمزة؟ لقد كتبت في آخر الكلمة ونسميها هنا متطرفة كيف كتبت؟ كتبت على السطر ونسميها هنا منفردة إذن الهمزة في كلمة دعاء كتبت متطرفة ومنفردة على السطر وأريد أن أذكركم أن الدعاء هو اللجوء إلى الله طلبا للمساعدة والعون تأمل عزيز الطالب النموذج التالي نقول قضاء قضاء والقضاء من مهمة القاضي عزيز الطالب تأمل كلمة قضاء لاحظ الهمزة لقد جلست الهمزة على السطر فهي منفردة وهي متطرفة لأنها جاءت في نهاية الكلمة وإلى النموذج التالي نمى وعرفنا أن معنى نمى كبر وترعرع نمى نمى الهمزة هنا جاءت في نهاية الكلمة وعلى السطر تعالوا بنا عزيز الطلاب إلى هذا التدريب نكمل حسب النموذج ونلاحظ كتابة الهمزة دعاء دعاء سمى عزيز الطالب نقول سمى رجاء رجاء صفاء صفاء في كل هذه الكلمات كتبت الهمزة منفردة على السطر فهي جالسة على السطر قضاء قضاء فدافداء بنى بناء جزى جزاء تعالوا بناء عزيز الطلاب إلى هذا التدريب الكلمة الصحيحة فيما يلي هل هي نقاء الهمزة المكتوبة على واو أم على يا أم على السطر أم كل ما سبق صحيح بالتأكيد هنا الصحيح نقاء الهمزة هنا مكتوبة على السطر وإلى التدريب التالي الكلمة غير الصحيحة فيما يلي نداء الهمزة مكتوبة على السطر نقاء كذلك فداء كذلك إذن الكلمة غير الصحيحة هي سماء ولو أردنا أن نكتبها صحيحة فلابد أن نكتبها على السطر نحن بحاجة إلى فراغ عادل أكمل الفراغ بالكلمة الصحيحة مما يلي بالتأكيد نحن بحاجة إلى قضاء عادل لكن أين الشكل الصحيح لكلمة القضاء هل هو الشكل الأول؟ الهمزة على نبرة أو على ياء أم على واو أم على السطر أم على ألف بالتأكيد الهمزة على السطر أشكركم على هذه الإجابة إذن تذكروا أعزائي الطلاب أن الهمزة تكتب على السطر في الكلمات سماء ونقاء وصفاء إلى آخره تعالوا بنا الآن إلى شكل جديد من أشكال كتابة الهمزة تأمل معي هذا النموذج قرأ قارئ تأمل كلمة قارئ أين كتبت الهمزة؟ كتبت في آخر الكلمة فهي متطرفة كيف كتبت؟ كتبت على ياء كما نلاحظ وإلى النموذج الثاني لجأ لاجئ والخيمة أعزائي الطلاب هي رمز للجوء تأمل كلمة لاجئ أين كتبت الهمزة؟ كتبت في نهاية الكلمة كيف كتبت؟ كتبت على ياء إذن لاجئ وقارئ تكتب الهمزة على ياء تعالوا إلى هذا التدريب نكمل حسب النموذج ونلاحظ كتابة الهمزة قرأ قارئ ماذا عن نشأ؟ بالتأكيد ناشئ وبدأ بادئ وبرأ بارئ الهمزة في جميع هذه الكلمات كتبت على ياء أيضاً هدأ هادئ ملأ مالئ خطأ خاطئ وإلى هذا التدريب الكلمة الصحيحة فيما يلي هل هي الأولى ناشئ الهمزة على ألف؟ أم ناشئ الهمزة على الصطر؟ أم ناشئ الهمزة على واو؟ أم ناشئ الهمزة على ياء؟ بالتأكيد ناشئ هنا مثل قارئ ولاجئ إلى آخره إذن الكتابة الصحيحة هي ناشئ الهمزة على ياء وإلى التدريب التالي الكلمة غير الصحيحة فيما يلي هل هي الكلمة الأولى هادئ؟ الهمزة على الصطر؟ أم الثانية؟ أم الثالثة؟ أم الرابعة؟ بالتأكيد الكلمة الثانية والثالثة والرابعة الكتابة صحيحة لأن الهمزة كتبت على ياء إذن الكلمة غير الصحيحة هي الكلمة الأولى والصحيح أن نكتبها عليها وإلى هذا التدريب يحب المعلم فراغ الماهر بالتأكيد المعلم يحب القارئ الماهر ما الشكل الصحيح لكلمة القارئ؟ هل هو الشكل الأول أم الثاني أم الثالث أم الرابع؟ بالتأكيد كلمة القارئ الهمزة فيها عليها إذن الجواب الصحيح يحب المعلم القارئ الماهر الهمزة عليها أعزاء الطلاب نواصل ومع شكل جديد من أشكال الهمزة تأمل هذا النموذج تلألأ تلألؤ وتلألأ بمعنى برق ولمع تلألأ تلألؤ تأمل كلمة تلألؤ أين كتبت الهمزة؟ كتبت الهمزة في نهاية الكلمة فهي متطرفة كيف كتبت؟ هنا كتبت على واو إذن تلألأ تلألؤ الهمزة كتبت على واو وإلى النموذج التالي توضأ 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 والتوضأ هو الفعل الذي يسبق الصلاة تأمل كلمة توضأ أين كتبت الهمزة؟ بالتأكيد متطرفة وكيف كتبت؟ كتبت على واو وإلى النموذج التالي تنبأ تنبؤ والتنبؤ أعزائي الطلاب هو التوقع نقول تنبأ العالم بسقوط المطر أي توقع لاحظ الهمزة في كلمة تنبؤ كتبت متطرفة وكتبت على وار تعالوا أعزائي الطلاب إلى المحاكاة نكمل حسب النموذج ونلاحظ كتابة الهمزة تلألأ تلألؤ تواطأ تواطؤ تباطأ تباطؤ تكافأ تكافؤ ونقول توضأ توضؤ تهيأ تهيؤ تلكأ تلكؤ تبرأ تبرؤ في كل هذه الكلمات كتبت الهمزة على وار وإلى هذا التدريب الكلمة الصحيحة فيما يني تجرؤ هل هي الكلمة الأولى الهمزة على يا أم الهمزة على ألف أم الهمزة على واو أم الهمزة على السطر بالتأكيد تجرؤ هي كتلكؤ وكتواطؤ وكتوضؤ إذن الهمزة تكتب على واو وهذه كتابة صحيحة الكلمة غير الصحيحة فيما يلي أترك الإجابة لكم أعزاء الطلاب تهيؤ الهمزة على واو تكافؤ الهمزة على الواو تباطؤ الهمزة على واو وهذه كتابة صحيحة إذن أعزاء الطلاب الكلمة غير الصحيحة فيما يلي هي هذه لأن الهمزة على السطر والصحيح أن نكتبها على واو أشكركم أعزاء الطلاب على هذه الإجابة أعزاء الطلاب تعالوا بنا إلى هذا التدريب يعمل العلماء على فراغ بالزلازل الكلمة الصحيحة هنا التنبؤ لكن ما الشكل الصحيح لكلمة التنبؤ بالتأكيد هي التنبؤ الهمزة على واو مثل التلكؤ والتباطؤ والتوضؤ وغيرها أعزاء الطلاب وإلى شكل جديد من أشكال الهمزة ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا فاصل ونعود ها قد عدنا عزاء الطلاب ونواصل مع شكل جديد من أشكال الهمزة تأمل هذا النموذج بناء بناء تأمل كلمة بناء أين جاءت الهمزة؟ جاءت في وسط الكلمة فنسميها هنا متوسطة كيف كتبت؟ كتبت على السطر تأمل عزيز الطالب هذا النموذج رداء رداء رداءان والرداء هو الثب والغطاء تأمل كلمة رداءان كتبت الهمزة متوسطة كيف كتبت؟ كتبت على السطر نكمل حسب النموذج ونلاحظ كتابة الهمزة نقول بناء بناءان سماء سماءان غطاء غطاءان حداء حداءان الهمزة في وسط الكلمة ومكتوبة على السطر وعاء وعاءان فناء فناءان دعاء دعاءان جزاء جزاءان وإلى هذا التدريب الكلمة الصحيحة فيما يلي نداءان الهمزة لا بد أن تكتب على السطر في المثال الأول كتبت على السطر في المثال الثاني كتبت على واو في المثال الثالث كتبت على نبرة في المثال الأخير كتبت على ألف إذن الجواب الصحيح على السطر الكلمة غير الصحيحة فيما يلي غطاءان كتبت الهمزة على السطر دواءان على السطر بناءان على واو رداءان على السطر والصحيح أن تكتب بناءان على السطر رضا الله والجنة فراغ للمؤمن الصادق الكلمة المناسبة للفراغ جزاءان لكن أين الشكل الصحيح لكلمة جزاءان؟ هل هي الأولى على نبرة؟ أم على واو؟ أم على السطر؟ أم على ألف؟ بالتأكيد على السطر لأنها مشابهة لوعاءان وسماءان إلى آخره أعزاء الطلاب تعالوا بنا إلى شكل جديد من أشكال الهمزة أكل يأكل يؤكل تأمل كلمة يأكل كتبت الهمزة على ألف يأكل تأمل كلمة يؤكل كتبت الهمزة على واو يؤكل وإلى النموذج التالي أصر أصر بمعنى حبس وعتقل أصر يأسر الهمزة على ألف يأسر يؤسر الهمزة على واو يؤسر وإلى المحاكاة والتقليد نكمل حسب النموذج ونلاحظ كتابة الهمزة أكل يأكل يؤكل أخذ يأخذ يأخذ أمر يأمر يؤمر أتى يأتي يؤتى أمن يأمن يؤمن أسف يأسف يؤسف يؤسف أدن يأذن يؤذن وإلى شكل جديد من أشكال كتابة الهمزة نقول رأس رؤوس لاحظ كتابة الهمزة في كلمة رؤوس كتبت متوسطة وعلى واو نقول أيضاً نقول أيضاً كأس كؤوس كتبت متوسطة وعلى واو تعالوا للمحاكاة كأس كؤوس كأن شؤون رأس رؤوس فأس فؤوس الكلمة الصحيحة فيما يلي هل هي الكلمة الأولى الهمزة على ألف أم الكلمة الثانية الهمزة على واو أم الكلمة الثالثة الهمزة على الواو الثانية أم الهمزة على نبرة بالتأكيد الهمزة على الواو الأولى هي الصحيح الكلمة غير الصحيحة فيما يلي هل هي الكلمة الأولى أم الثانية أم الثالثة أم الرابعة الكلمة الأولى والثانية والرابعة صحيحة الخطأ هنا في كلمة فؤوس والصحيح أن تكتب على واو يهتم الحاكم العادل بالرعية بالتأكيد بشؤون الرعية لكن أين الشكل الصحيح لكلمة شؤون بالتأكيد هي الهمزة على واو وإلى شكل جديد من أشكال كتابة الهمزة وسيلة وسائل ونرى أعزاء الطلاب هنا وسائل المواصلات تأمل كلمة وسائل أين كتبت الهمزة؟ كتبت في وسط الكلمة كيف كتبت؟ كتبت على نبرة وإلى النموذج التالي جزيرة والجزيرة هي بقعة الأرض وسط المياه نقول جزيرة جزائر الهمزة متوسطة وكتبت على نبرة تعالوا للمحاكاة نقول وسيلة وسائل فضيلة فضائل جريمة جرائم كبيرة كبائر ونقول شريعة شرائع عظيمة عضائم صغيرة صغائر كريمة كرائم كتبت الهمزة في جميع هذه الكلمات على نبرة تعالوا بناء عزاء الطلاب إلى التدريب الأخير صوب الخطأ في الكلمات الملونة الوفاء من محاسن الأخلاق الوفاء هنا كتبت الكلمة خطأ لماذا؟ لأنها يجب أن تكتب على السطر فالصحيح أن نقول الوفاء من محاسن الأخلاق الهمزة على السطر لكل لاجئ حقوق وواجبات الكلمة الخطأ لاجئ والصحيح أن تكتب الهمزة على ياء نقول لكل لاجئ حقوق وواجبات عقوق الوالدين من الكبائر الكلمة الخطأ الكبائر والصحيح أن تكتب على نبرة فنقول عقوق الوالدين من الكبائر حصل فريق المدرسة على الكؤوس الكلمة الخطأ الكؤوس لماذا؟ كتبت الهمزة على الواو الثانية والصحيح أن تكتب على الواو الأولى فنقول حصل فريق المدرسة على الكؤوس أعزاء الطلاب تعالوا لنتذكر معا تكتب الهمزة على ألف على واو على ياء على السطر إلى هنا ينتهي اللقاء بكم أعزاء الطلاب أشكركم على حسن استماعكم وإنصاطكم وأترككم في حفظ الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة